اشتركوا في القناة سبب ذلك الغفلة سبب ذلك الغفلة ومزاولة الأعمال والعبادات بالجسد دون القلب والروح فعليه أن يراجع نفسه وأن يستحضر أنه يعبد الله جل وعلا وأنه يمتثل أمره وأنه يعبده مخلصا له متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الصحيح المخرج في مسلم وغيره يقول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد رسولا عليه الصلاة والسلام أو نبيا كما في رواية الترمذي المقصود أنه إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينه بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فإنه حينئذ يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وإذا ذاق طعم الإيمان سهل عليه كل شيء يطلبه أو يتطلبه هذا الإيمان وليس معنى أنه يقولها بلسانه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه لا يقول هذا لا بأس لكن مع ذلك يقول ويفعل معنى الرضاء أن يستسلم لله وأنه ربه وأنه لا رب له سواه وما يتبع ذلك طاعته في أوامره وانتهاء ما ناهى عنه وقل مثل هذا في الرسول عليه الصلاة والسلام وبالإسلام وما يتطلبه من الاستسلام التام والله المستعى